اشتركوا في القناة بواسطة شاحنات نقل كبيرة وتابع الأشراف بأنه بعد الانتهاء من التحريات والتأكد من وجود عمليات نقل وتخزيل المواد الغذائية مما يعد نشاطا غير مصرح به تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة بالدخول للمنزل وتحقق من السلع وصلاحيتها ومصدرها وكشفت الزيارة التي تمت مع المختصين بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بوزارة الداخلية عن رصد كميات كبيرة جدا من السلع والمواد الغذائية حيث يتم استلام حمولة أو حمولتين في الشهر وتقدر كل الحمولة بحوالي 25 طن من المنتجات الغذائية والتي يتم تخزينها في المنزل ثم توزيعها للمحال التجارية وعليه تم التحريز على المنتجات وعمل المحاضر اللازمة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بهذا الخصوص اشتركوا في القناة